أصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا عقب وداعه بطولة رابطة الأندية المحترفة بالخصارة أمام الماصر البرسعيدي قال فيه يتقدم نادي الإسماعيلي بشك ورسمية مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدماغة ضد خالد الغندور حاكم مباراة الإسماعيلي أمام الماصر البرسعيدي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين في دور التمانية لكأس رابطة الأندية وذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور في صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمد هاشم وعبد الرحمن ماجدي وأصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو أربع غرز بضربة متعمدة ولم يكلف حكم المباراة نفسه عناء مراجعة الفار كما أصيب اللاعبان باهر المحمدي ومجدي بجروح خطيرة وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم التي منحت فريق المصري فرصة الاستمرار في اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعب الإسماعيلي الحماية الكافية وخسر الإسماعيلي من المصري في أجواء لا علاقة لها بالروح الرياضية وذلك بسبب حكم المباراة ويطالب الإسماعيلي في شكواه بمعقبة الحكم وعادة المباراة خاصة أن الأخطاء التحكمية كانت جسيمة تسببت في خروج غير المستحق من كأس الرابطة التي كان أبرز المرشحين للفوز بها ويهيب الإسماعيلي بمجلس رابطة المحترفين سرعة التدخل وأعادة الحق لأصحابه وتأهل فريق المصري البورسعيدي إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الإسماعيلي بسنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهم مساء السبت بأستاذ برج العرب بإسكندرية حيث افتتح التسجيل للمصري رجع بعمران في ديئة 8 بينما عزز عبدو يحى تقدم الفريق البورسعيدي بالهدف الثاني في ديئة 73